اهلا وسهلا فيكم طلابنا 2006 الأعزاء الله يعطيكم العافية طلابنا هاي الحصة راح تكون ان شاء الله حصة علمية بحت ما فيها مزح ما فيها تخويف راح اشرح لكم المادة يا جماعة مش كاملة مش كاملة مش كاملة اشرح المادة من اول بجديد لا انا بدي اعمل لكم حصة مراجعة بدنا نراجع مع بعض الافكار المهمة اللي موجودة معنا في الفصل الاول وان شاء الله انو راح اقدر اغطي لكم الافكار بنسبة 90% اذا مش اكثر تمام طيب فبدي اياك طبعا هذا الملف اللي راح اشرح عليه انا راح اترك لكم اياه باول تعليق تحت وكمان بعت لكم اياه على جروبات الواتساب تمام اللي مش مشترك في جروب الواتساب يا جماعة هاي رقمي تمام الله يسعدكم فبدي اياك تعطيني عقلك هالساعة ونص ساعتين اللي راح يمروا عشان تقدر تفهم كل اشي موجود معك بالفصل الاول عندنا ثلاث وحد بدنا محاول اللخصهم كلياتهم في هاي الحصة تمام الله يسعدك اي شي حواليك بشتتك ابعد عنه ابن اختك ارميه برا الغرفة مثلا او تليفونك اذا فيه جروبات او اشي يحطوا لي اياهم صامت تمام على بركة الله خلنا نبدأ انا وانتو مع بعض يلا بسم الله عندنا اول اشي هنا كاتب لكم جميع القوانين الحفظ اللي موجودة معنا بالفصل الاول تمام؟ عندنا اول وحدة اللي هي وحدة الاقترانات الأسية حلو هاي اذا بتتذكروا فيه الدرس الثاني اللي هو اسمه النمو والاضمحلال الأسي كان فيه عليه جمع اربع قوانين اقتران النمو اللي هو ات تساوي بواحد زائد ار اوس تي تمام؟ وعندنا كمان اقتران الاضمحلال ات تساوي بس الفارق هون زائد هون ناقص اقتران الربح المركب وهو A T يساوي B قوس 1 زائد R على N أس N ضرب T هدول القوانين حفظ واقتران الربح المركب المستمر A تساوي B ضرب E أس R ضرب T هذا بالنسبة للدرس الثاني اللي هو نموض محلال الأس تمام الدرس الأول راح نحل عليه إن شاء الله هسه فينا الاقترانات الأسية واللغريتمية عندنا الصورة الأسية ليلها B أس Y تساوي X والصورة اللغريتمية لقل B للإكس تساوي Y وكنا نعمل العكس من أسي لللغريتمية أو من لغريتمية لأسي محول طيب هنا كاتب لك إنه الاقترانات اللغريتمية في هاي الصورة يعني لقل B للإكس حيث B عدد حقيقي وB لا تساوي 1 وأكبر من صفر يعني B ممنوع إنها تكون 1 وممنوع إنها تكون عدد سالب تمام تمر جميع منحناياتها بالنقطة 1 وصفر يعني الاقترانات اللغريتمية بتمر في النقطة 1 وصفر طيب الاقترانات الأسية اللي بهاي الصورة B أس X إيش النقطة اللي بتمر فيها؟ بتمر بالنقطة 0 و1 دير بالات يتخربط اللغريتمية بمر في النقطة 1 وصفر أما الأسية بمر في النقطة 0 و1 ممتاز طيب تعالوا هسا نشوف هاي الرسمة شو قصتها طلعوا كيف هاي الرسمة هاي الجماعة الخير بيحكي لك إنه هون انت في عندك اقتران أسية وهون في عندك اقتران لغريتمية وفي بالنص محور خط خط أفقي اللي هو مش أفقي خط اسمه اللي هو محور الـ X Y تساوي X تمام إيش اسمه هذا الخط Y تساوي X هيك معادلته فلما يجي لك السؤال شو بيحكي لك التنفير البياني للإقتران اللغريتمي تمام هو انعكاس هيو انعكاس للإقتران الأسي اللي هو بي أس X حول المستقيم أي مستقيم يعني هذا الإقتران الأسي والإقتران اللغريتمي بيجو حول أي مستقيم هذا المستقيم شو معادلته Y تساوي X إذن إذا هاي كانت في الخيارات Y تساوي 1 Y تساوي سالب X انت شو بتختار دايما Y تساوي موجب X طيب نتذكر انه اللغل الواحد صفر ولغل عشرة واحد ولغل الصفر قيمة غير معرفة طيب خط التقارب الرأسي انه نأخذ اللي جوه الاقتران ونساوي بالصفر بيطلع X سالب 3 رح نحكي عنها قوانين اللغريتمات تطلوا علي إذا كان عندك لغريتم واحد جواته عملية ضرب بقدر أفكهم للغريتمين وبناتهم عملية زائد جمع لغل أول زائد لغل الثاني طيب إذا كان لغريتم وجواته عملية قسمة هون بقدر أكتبهم لغريتمي الأول ناقص لغريتم الثاني إذا كان عندك لغريتم وفي عليه أس انت بتقدر الأس ترجع على وراء ويقلب ضرب يعني هذا الأس برجع على وراء بيصير بيناتهم هو باللغريتم عملية ضرب هذا بالنسبة لقوانين اللغريتمات طيب تعالوا هسا نشوف بالوحدة الثانية اللي هي الاشتقاق التفاضل في عندنا أكثر من قاعدة كانوا أول وحدة أخذناها في الدرس الأول اللي هي قاعدة السلسلة لما يكون عندك جي بعد اف بعد جي للأكس كيف بكتبها اف بعد بفتح قوس جي للأكس واذا بده يعني اشتقها باشتق الأول بخلي الثاني جي أكس وباشتقها باشتق الجي أكس جمها بتصير جي فتح forma رح نحل عليها أكثر من سؤال تمام اذا كان عندك ي بدلالة يو ويو بدلالة اكس اقترانين يعني فهي قاعدة السلسلة طبعا هذا القانون حفظ لازم نكتبه دي واي على دي اكس تساوي دي واي على دي يو ضرب دي يو على دي اكس طيب القاعدة اللي بعديها يا جماعة اللي هي قاعدة الجذر التربيعي بس طيب يعني مثلا عندي جذر تربيعي وجواته اقتران كيف دي اشتقه بمدخط القسمة بحكي تحت اثنين ضرب نفس الجذر اللي هو جيل اكس وباشتقل جوة جذر فوق تمام يعني كان عندك زي هيك جذر اكس جذر تربيعي بكتب تحت اثنين ضرب نفس الجذر وباشتقل جوة جذر فوق شو مشتقت الاكس واحد تمام يلا عندك هون جيل اكس قاعدة ايش يا جماعة هاي قاعدة القوس شو بعمل في قاعدة القوس انا بنزل القوس وراها هاي القوس بنزله ورا صار اين نفس القوس بطرح من القوس واحد وبضرب في مشتقة اللي موجود جوة القوس طيب كلمة جد معدل التغير ايش معناها معناها جد المشتقة تمام طيب قاعدة الضرب وقاعدة القسمة طلع علي اذا كان بين الاقترانين ضرب بحكي الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول طيب اذا كانت قسمة مثلا كان بناتهم قسمة بحكي اول اشي المقام تربيع هاي زيادة بحكي المقام تربيع وهنا بكتب المقام مشتقة البست ناقص البست في مشتقة المقام تمام طيب نشوف قاعدة المقلوب اذا ايج عندك عدد ثابت على اقتران زي هيك عدد واحد اثنين ست سبعة على اقتران بديني اشتقها بضرب العدد في سالب بصير سالب واحد باشتق الاقتران جنبيها يعني ضرب بصير ضرب افتحها الاكس على المقام نفسه يا جماعة الخير ايش تربيع تمام يعني مشتقة الاقتران الاستي اي اكس بيضل نفسها اي اكس مشتقة اللين بتصير واحد على اكس يلا هيني مذكر فيكو قاعد طيب اذا كان جوا اللين يا استادي اقتران شو بعمل بكتب نفس الاقتران في المقام وباشتقه وين في البست حلو طبعا هذول كلياتهم عدد ثابت يا جماعة مشتقتهم صفر ليش لانه مافي معهم اكس اي مقدار مافي في اكس فهذا بيكون عدد ثابت يلا نشوف مشتقة الجيب والجتة اللي هما الساين والكوساين الساين مشتقته كوساين والكوساين شو مشتقته سالب ساين بس اذا جبتلك اياهم على شكل متطابقة يعني حكيتلك عندك كوساين تربيع الاكس زائد ساين تربيع الاكس كم هذول حاصل جميعهم حاصل جميعهم واحد طب لو حكيتلك اشتقهم شو رح تطلع مشتقتهم صفر شو رح تطلع صفر تمام ليش لانه الواحد عدد الثابت شو مشتقت العدد الثابت صفر بس لازم يكون بناتهم جمع اذا طرح لا ما بتزبط لازم تكون كوساين تربيع وساين تربيع وبناتهم زائد وتحكي له انه مشتقتهم صفر تمام اذا كان جوا الساين اقتران باول شي بكتب كوساين نفس الاقتران وبشتقه جنبه تمام رح نحل عليها اسئلة كمان يلا اخر وحدة تطبيقات التفاضل عندنا كان جماعة معادلة المماس اللي هي واي ناقص واي واحد تساوي الميل في اكس ناقص اكس واحد عشان اكتبها بلزمني نقطة وبلزمني ميل تمام الميل هو نفسه فتحة المشتقة والنقطة اللي هي اكس واحد واي واحد تمام مثلا القانون الميل قلنا هذه المشتقةنا وفى اكisión قانون واثlevه ماى يجبوه وهي هبة واي اثنين يروفوا homme واي اثنين ناقص واي واحد عيلي اكس ثنين ناقص اكس واحد يعني اما يعطيك نقطة زي هاي مثلا ثنين وستة واربعة واحد بحكي هاي اكس واحد وواحد واختي غريب اطبق على قانون الميل هايби اثنين ناقص واي احد قون ناقص واي ا CAMP y2 ١ اطرح وعلم يعني واحد ناقص خمسة على اكس اثنين ناقص اكس واحد هي اكس اثنين وهي اكس واحد بحكي اربعة ناقص اثنين فبتطلع سالب اربعة فوق على اربعة ناقص اثنين اللي هي اثنين بطلع الجواب سالب اثنين تمام هذا القانون نادر ما يجبوه طيب في رسمات للميل طلعوا اذا كان اول شي الميل طالع زي هيك من اليسار لليمين طالع لفوق فالميل موجب تمام بيعمل هون زاوية حادة اذا كان الميل من اليسار لليمين نازل فهون بيكون الميل سالب بيعمل زاوية منفرجة هون مع محور الاكس طيب اذا كان الميل خط افقي زي هيك تمام فبيعمل انه الميل شماله يساوي صفر اذا كان المماس خط افقي معناته الميل شو بيساوي لي صفر طيب معادلة العمودي ايش بتفرق عن معادلة المماس بتفرق بس بالميل يعني مثلا بقلب الميل وبعكس إشارته يعني إذا حكيت لك إنه ميل المماس بساوي مثلا نص وطلبت منك ميل العامودي على المماس شو بتعمل إنت بتقلبها بتصير 2 على 1 وبتعكس الإشارة بدل ما هي موجب بنخليها سالب سالب 2 على 1 يعني سالب 2 تمام؟ طيب نشوف هنا طبعا من يعرف إنه المسافة شتاقها سرعة شتاقها تسارع وإذا كان جواب السرعة موجب فالجسم بتحرك لليمين جواب السرعة سالب بتحرك الجسم للإشمال طب إذا كان الجسم في حالة سكون لحظي معناته السرعة تساوي صفر اللي هي VT بساوي السرعة بالصفر متى؟ في حالة السكون اللحظي ممتاز طيب هنا عندك اختبار المشتقة الثانية رح نحل عليه أسئلة اللي هم نشتاق ساوي بصفر طلع قيم X نشتاق مرة ثانية عوض قيم X إذا طلعت معك موجب يعني صغر إذا طلعت سالب يعني عظمى وآخر شي بنعوض في الاقتران الأصلي وهذولا طبعا المستطيل لازم نكون حافظين المساحة والمحيط ومن توازن المستطيلات لازم نكون حافظين المساحة والحجم يعني زي هيك واقتران التكلفة تمام واقتران الإيراد واقتران الربح هذولا برضو لازم نكون عارفينهم وهذولا القوانين برضو يفضل أن نكون حافظينهم حسنا بنقدر إيش يا جماعة الخير نبدأ في حل الأسئلة هنا كاتب لك امتحان الرياضيات للتوجيه تمام الفصل الأول أدى بفندقي هنا بتكتب لي اليوم والتاريخ ومعك مدة امتحان ساعة ونص تمام يلا نبدأ مع بعض عندنا السؤال الأول عليه 100 علامة اللي هو دوائر بيحكي لك السؤال إذا كان F الـ X يساوي 1 على 2 أس X فإن F السالب 3 تساوي يعني بدي أني أعوض إيش سالب 3 مكان الإكس طيب بقدر أحسبها جماعة الخير في إيش في الآلة الحاسبة يلا كيف هسا بدي أكتب على الآلة الحاسبة ركز معي لكل واحد مع آلة حاسبة أول شي بدي أفتح قوس وأكتب فيه 1 على 2 هاي فتحت قوس حطيت 1 إشارة القسمة 2 سكرت القوس هس هنا في عندي أس مكان الإكس رح أكتب سالب 3 فبحط رمز الأس اللي هو زي هيك تمام ونزلت أنا حصة كاملة للآلة الحاسبة على قناتي في اليوتيوب بتشوفوها يلا بحط هيك أس بدي أحط سالب 3 هاي سالب 3 شو الجواب طلع معك ثمانية فباجي بحكي له الجواب ثمانية في الآن الحاسبة حسبتها يلا السؤال اللي بعدي بده خط التقارب الأفقي للإقتران الخط التقارب الأفقي إيش كان؟ كان Y تساوي K صح؟ Y تساوي K هذا في الدرس الأول اللي يقول K العدد الثابت مع إشارته شو العدد الثابت؟ ثلاث شو إشارته سالب ثلاث معناته Y تساوي سالب ثلاث طيب هون السؤال بيحكي لك إذا كان Y الـ X وهذا المقدار فإن قيمة هاي الـ X كم تساوي؟ أيوا بده يعني أحلها طيب هسا بدي أعطيكم معلومة جماعة هون أو أذكركم فيها الصح نحط اللون الأبيض تمام خلينا نشيل هاي شوي طلع علي لو كان عندك مثلا Y الصفر شو بتعطينا الجواب؟ واحد أي مقدار الصفر كم الجواب؟ واحد هسا السؤال هنا بيحكي لك قديش قيمة الـ X هس بما إنه معي أنا هذول قيم الـ X بقدر أختارهم واحدة وحدة أعوضهم مكان الـ X أشوف إذا بيطلع معي الجواب صح ولا لا طيب افرد أنا بديش هاي الطريقة بدي أحلها يلا بدي أكتب المعادلة أول شي E أس X ناقص 2 ناقص 3 تساوي سالب 2 يلا أول شي لأتخلص من العدد الثابت هاي العدد الثابت عندي سالب 3 بحكي زائد 3 وهي زائد 3 بتروح بنزل هاي E أس X ناقص 2 وتساوي 3 ناقص 2 واللي هي واحد طيب متى بتكون الـ E تساوي واحد يعني E أس X تساوي واحد هس حكيناها E أس 0 تساوي واحد صح؟ معناته هذا المقدار لازم يكون أش لازم يكون صفر فبمسك هذا المقدار وبساويه بالصفر بحكي X ناقص 2 تساوي صفر زائد 2 زائد 2 شو بتطع معك الـ X تساوي 2 وصلت إذا مرة ثانية عندي E أس مقدار يساوي واحد متى الـ E أس مقدار تساوي واحد لما يكون هذا المقدار صفر إيه الصفر واحد فروحت مسكت هذا المقدار ساويته بالصفر ونقل بطلعت معك الـ 2 تمام؟ ممتاز يلا عندي هذا السؤال طبعا هذا السؤال متوقع يجيز زيه أكيد عندي هنا لق الـ E للستة يساوي 7 بالعشرة لق الـ E للخمسة يساوي 6 بالعشرة معطيك أو بحكي لك فإن قيمة لق الـ E للثلاثين كم تساوي؟ طيب سؤال الثلاثين هاي إيش إلها علاقة بالخمسة وبالستة اللي أعطاني إياهم الثلاثين هي أصلاً خمسة ضرب ستة صح؟ صح خمسة ضرب ستة بتعطيك ثلاثين طب بما إنه صار جوه اللغريتم هاي عندك هنا لغريتم الـ E جواته عملية ضرب فأنا بقدر أفك الضرب لجمع من قوانين اللغريتمات صح؟ يلا تعالوا بلا نفكهم رح أحكي لغ الـ E للأولى اللي هي خمسة زائد مش ضرب زائد لغة للستة يلا باي يساوي لغة الخمسة من معطيات السؤال ستة بالعشرة زائد لغة الستة من معطيات السؤال سبعة بالعشرة بس نجمعهم مش رح يعطيك الناتج في الآلة الحاسبة واحد فاصل ثلاث هاي حلناها تمام؟ ممتاز نشوف السؤال اللي بعدي بيحكي لك حل المعادلة الآتية هو يلا نفس الفكرة بقدر أختار واحد من الخيارات أعوضوا مكان الـ X واشوفوا إذا بيطلع الجواب نفسه ولا مش نفسه طب فيه طريقة ثانية للحل؟ اه أكيد ايش هي؟ هاسم نفرجيك طلع هون بدي أمسك المعادلة أنا أول شيء إحنا بنعرف يا جماعة إذا كان الأساس يعني زي هيك 2 أس X تساوي 4 بدي أحكي لازم الأساس يكون نفس الأساس صح؟ فالأربعة هاي باشطوبها أو مش باشطوبها يعني بحكي هاي عبارة عن إيش 2 أس 2 صح؟ ليش اخترت الاثنين؟ لأنه الاثنين الأساس نفس الاثنين اللي هون فبنشطوبهم بتظل الأسس بحط بناتهم يساوي معناته X شو تطلع تساوي 2 فنفس الفكرة هون بدي أخلي الثلاث والتسعة نفس الأساس طب التسعة هي أصلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن ثلاثة أس 2 فهذا اللي بدنا نعمله يلا هاي 3 أس X ناقص واحد ويساوي بدي أفكت تسعة وحط إنها تلاتة تربيع يلا هي تلاتة تربيع طب وإيش الأس الموجود هون X زائد واحد هيها X زائد واحد ممتاز يلا بديك تدخل طبعا لثنين على القوس فرح تصير ثلاثة أس ثنين ضرب X ثنين X ثنين ضرب واحد اللي هي ثنين وهاي بنزلها نفس ما هي ثلاثة أس X ناقص واحد الآن انت حكيلي الأساس صار نفسه ولا مش نفسه أكيد نفسه يا أستاذ إذن بشطبهم وبحط بين الأسس يساوي يلا تعالوا نعمل بناتهم يساوي عندي X ناقص واحد بتساوي ثنين X زائد ثنين يلا بدي أجيب الـ X عند الـ X وابدي الرقم عند الرقم فبنعمل طريقة اسم هالل سويتش بجيب هاي هون وبود الرقم مكانها وبعكس الإشارة يعني هاي أول شيء X بخليها هاي الثنين X موجب بس تيجي بتصير الثنين X سالب يلا يساوي عندي هون سالب واحد بس وديتها شو صارت موجب واحد يلا هون عندك زائد ثنين عندي X ناقص ثنين X بنطرحه إشارة الأكبر يعني هاي الإشارة الأكبر سالب وثنين ناقص واحد هاي واحد يعني سالب X واحد زائد الثنين ثلاث قسم على سالب واحدة سالب واحد بتروح ماناته X تساوي سالب ثلاث أحسنت يا أستاذي أحسنت يا أستاذي اللي X بتطلعي جماعة سالب ثلاث ممتاز طيب تعالوا هسا نشوف السؤال اللي بعديه بيحكي ليبلغ عدد المشاركين في جمعية خيرية أربعين شخص هذه السنة ويتوقع زيادة هذا العدد بنسبة 7% إما اقتران النمو الأسي الذي يمثل عدد المشتركين بعد T سنة T يعني مجهول طيب بده اقتران النمو ماناته هاي الأربعين هي العدد الأولي وهاي النسبة اللي هي R وبدي يعني أكتبهم طيب شو اقتران النمو أصلا هي A T بتساوي أول شي عندك A في واحد زائد الر وهي أستي طيب الاي أصلا أربعين قوس واحد زائد الر اللي هي 7% كيف هيدا أكتبها في الآلة الحاسبة بكتب 7 تقسيم 100 تمام رح تطلع معك زي هيك 7% فهون رح أجي أكتب زائد 7% أستي هسا بجمع الواحد مع السبع بالمية في الآلة الحاسبة بحكي 1 زائد 0.07 رح تطلع معك 1.07 أستي إذن الجواب الصح هاي فرع A تمام ممتاز هاي حلنا الفرع اللي بعدي يلا نشوف السؤال رقم 7 بحكي للسؤال الصورة الأستية للمعادلة اللغريتمية هاي طبعا هذا السؤال يا جماعة كده رح يجي زيه تمام حطوا جنبه مهم طبعا مش إنه اللي ما حطينا جنبه مهم يعني مش جاي لا في منهم رح يجو بس اللي بحكي لك أنا بتوقعهم منهم يجو بشدة فهمين كيف يعني حطوا عليهم مهم بزيادة طيب بحكي للسؤال الصورة الأستية للمعادلة اللغريتمية هاي عشان أحول من اللغريتم لأس بمسك الأساس وبحكي أس الجواب هاي الأساس 2 أس الجواب 8 ويساوي المقدار اللي جوه اللغريتم ويساوي واي إذن الجواب فرع سي 2 أس 8 شو تساوي لنا واي ممتاز السؤال اللي بعدي قيمة اللغ الثلاث للتسعة أس خمسة هاي كيف تدي أعملها مش إحنا عنا يا جماعة إذا كان لغ لأساس وجوه نفس الأساس ونشطبهم بطلع الجواب واحد صح طب لو كان في أس مثلا هنا أربعة بشطبهم وبكتب الأس اللي هو أربعة مزبوط تمام طيب هسان هنا عندي ثلاث وعندي جوه اللغريتم تسعة طب التسعة بقدر أكتبها زي الثلاث طبعا كيف التسعة يا جماعة هي أصلا عبارة عن ثلاثة تربيع فهنا أمورنا تمام يلا تعالوا نمسك هاي شوي رح أجي أكتبها لغ الاساس اللي هو ثلاث هسا عندي التسعة بدي أكتبها ثلاث أس ثنين طيب بدي أحطها في قوس لأنه فيه كمان أس اللي هو كم خمسة واللي متذكر في الأساسيات في التأسيس رح يعرف أن الأسس في حالة الرفع تضرب يعني أس لما يكون مرفوع لأس بنضربهم فرح تصير كالتالي لغ الاساس تحت ثلاث وهي اللي جوه عبارة عن ثلاث اثنين ضرب خمسة هيا عشرة فرح أجي أعمل هون لغ الثلاث مع الثلاث بروح شو بيضل للناتج عشرة إذن الجواب الصحيح هو فرح دي بيطلع معنا عشرة ممتاز تعالوا نشوف السؤال رقم تسعة الآن السؤال بيحكي لي حل هاي المعادلة يساوي طبعا حلها كثير سهل يا جماعة عنيش لأنه إحنا بنعرف إنه لن الإي بساوي واحد كيف واحد أصلا في أساس اللي هو إي فبنشطبهم بيضل واحد فهونه بيحكي لك سؤال لن الإي أس اكس ناقص واحد تساوي ثلاث طبعا إذا جبت لك عليها أس يعني زيهك لن الإي أس اكس تمام فإنت بتشطبهم شو بيضل الجواب اكس تمام فإن أنا بقدر أشطبهم بيضل الجواب اكس ناقص واحد تمام يساوي ثلاث فبحكي زائد واحد زائد واحد بتصير الاكس تساوي ثلاثة زائد واحد واللي هي أربعة أحسنت يا أستاذ يلا نشوف هاي مجال هذا الاقتران هو ومعطيني خيارات بدي أعرف شو المجال المجال ل الاقتران اللغريتمي إنك تاخده وتساويه بالصفر وتحطها على خط الأعداد الموجة بتاخده السالب بتحط عليه اكس يعني مثلا عندي اكس ناقص ثلاث بدي أخذها وأساويها بالصفر تمام هنكملها هون يلا رح أحكي زائد ثلاث زائد ثلاث بتروح تطلع الاكس ثلاث تمام هاي خط الأعداد هاي هون الثلاث هون عندك المال النهاية الموجة هون المال النهاية السالب تمام هسا بدي أشوف الإشارات طبعا الإشارات يا جماعة رح تكون نفس إشارة الاكس أس واحد لأنه هون عندي اقتران خطي شو إشارته إشارته موجب معناته باجي على الجهل على اليمين اللي هو يمين العدد بحط موجب وعلى الاشمال شو بحط عكس الإشارة سالب حكينا السالب بنشرها بدي أخذ الموجب الموجب بيبدأ من ثلاث وبنتهي وين عند المال النهاية إذن باجي بحكي لهم المجال رح يكون يا جماعة من الثلاث للمال النهاية هاي الثلاث أو هاي المال النهاية تمام ممتاز شوف السؤال اللي بعدي بحكي لك أحد الآتي يكافئ هذا المقدار وهذا السؤال حطولي جنبه علامة إنه مهم أحد الآتي يكافئ هذا المقدار يعني بدي أني أحول من صورة مطولة للصورة مختصرة طيب هسا هنا إذا انتبهتوا عندي لغريتمين هاي لغريتم ولغريتم وبناتهم ناقص بقدر أكتبهم كلغريتم واحد وجوا قسمه يعني طلعوا كيف بدي أكتبها زي هيك هاي لغريتم واحد أساسه إيه بدي أقسم اللي جوا هون على اللي جوا هون يعني بحكي هاي 27 تقسيم 9 يلا إيش ضل هناك ضل هناك زائد لغ أساسه إيه وجواهاته ثلاث يلا 27 تقسيم 9 كم يا جماعة ثلاث فصار عندك لغ إيه للثلاث زائد لغ إيه للثلاث يلا نفس الفكرة صار عندك لغريتم وكمان لغريتم وجواهم عملية زائد إذن بقدر أرجحهم لغريتم واحد وجواهم ضرب تمام الجمع برجعوا لضرب الطرح برجعوا لقسمة تمام يلا فرح أجي أكتب لغريتم إيه بضرب هسه ثلاث ضرب ثلاث شو ناتج جماعة الخير تسعة فبنحكي له هون الجواب لغ إيه للتسعة ممتاز يلا نيجي هسه للسؤال اللي بعدي أحد الآث يكافئ هذا المقدار تمام يلا عندي هسه هذا المقدار بدي أحاوله من صورة مختصرة للصورة مطولة يلا تعالوا نحولها للصورة مطولة طلعوا كيف أول شي عندي جوا لغريتم عملية قسمة فأكيد بقدر أفكهم لغريتم مين جواهم طرح يلا رح أكتب لغ الأساس إيه بكتبوا لشي البسط AXS5 يلا القسمة صراحة صارت طرح بكتب كمان لغ أساسه إيه والمقام اللي هو Y تكعيب يلا هسه نيجي للمقدار الأول جواته عملية ضرب بروح بفكه كمان مرة بس لإيش لعملية جمع ممتازين يلا رح أكتب لغ الأول اللي هو A زائد حكينا الضرب بسيه زائد لغ للثاني اللي هو XS5 يلا ناقص هاي نفس ما هي لغ لغ تكعيب حلو هسه لغ A مع A بتروح شو بظل واحد ممتازين زائد هسه بس رجع للأسس لورا بتصير خمسة في لغ A لأ X ناقص ثلاث ضرب لغ A Y هسه هيك انتهى الحل بس هما شو بروحوا بعملوا قال عشان يخربطونا بيمسكوا هاي الواحد باكتبوها آخر شي قال بيحكوا هون زائد واحد قال اياش عشان يخربطونا بيعرفوش ان احنا طلاب أدبي من الله مخربطين تمام فتعلوا بلا نشوفها بالخيارات طلعوا هاي عندي واحد عندي واحد بس بدل ما يزائد خمسة شو حطين ناقص خمسة اكيد مش هاي طيب نشوف هاي هاي فيها واحد اصلا هاي فيها واحد والخمسة عندي موجب والثلاثة عندي سالب نفس الاشي الخمسة موجب والثلاثة سالب والواحد حطوها آخر اشي هايها معناته الجواب الصح هو فرع ايش يا جماعة فرع ايه ممتاز يلا نشوف سؤال 13 هذا السؤال يا جماعة بتقدر تحله مباشرة في الآلة الحاسبة بتكتب لوق نفس المقدار بالزبط حرفيا بالقوس بالقوس بطلع معك الجواب جاهز طلعوا كيف بكتب هاي اول شي لوق بفتح قوس زي ما هو موجود قدامي بحط ولو مش موجود قدامي قوس انت حط قوس عندي صفر فاصل صفر واحد بكتب صفر بوينت صفر واحد سكر القوس عندي قوس ثلاث بحط رمز القوس ثلاث الجواب سالب ستة شايفين بالآلة الحاسبة بتحله تمام نشوف هذا السؤال بحكي لك اذا كان اللوق الاثناش هو تقريبا 11 على عشرة ولوق الخمسة هو تقريبا 7 على عشرة فكم اللوق الخمسة للاثناش تقريبا كيف داعرف جوابها هاي طلعوا كيف هسه هون يا سيدي العزيز انت لازم تكون عارف شو لازم تكون عارف لازم تكون عارف اذا كان عندك اللوق تمام جواب بي وتحت اي هسه في الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة بتحسب لك اللوقريتيم اللي ما له اساس يعني مثلا كتبت في الآلة الحاسبة لوق الخمسة خلص بتعطيك الجواب جاهز مثلا 0.12 مثلا يعني ليش لانه اصلا الآلة الحاسبة بتعتبر انه الاساس عشرة طب افرض كان الاساس مش عشرة كان الاساس مثلا 6 ما بتقدر تكتبها مباشرة هيك لوق الخمسة للأساس 6 في الآلة الحاسبة هاي طب لعاد شو بعمل بحولها يا جماعة يعني بدل من هي لوق الخمسة للستة بكتب لوق الخمسة تقسيم لوق الاساس اللي هو 6 فهيك لوق الخمسة بتنحسب لحال لوق الستة بتنحسب لحال وقسمهم تمام هذا اللي أنا بدي أعمله هسا هون طلعوا كيف طلعوا كيف يا جماعة يلا عندي هون لوق الخمسة للاثناش هاي السؤال طلب مني أحسبها لوق الاساس خمسة للاثناش حكي هذا الحاسبة ما بتحسبها مباشرة إذا كان اساسها مش عشرة طب شو بدي أعمل بدي أفك بحكي لجوة تقسيم الاساس يعني زي هيك لوق اللي جوة اللي هو 12 تقسيم لوق الاساس شو لوق الاساس خمسة ممتاز هس هذول بحسبهم في الآلة الحاسبة لا هو أعطاك جوابهم كم لوق الاثناش 11 على 10 إذا نبشطه بالبسط بنحط 11 على 10 طيب هس هنا في عندك إشارة القسمة يلا هس عندي لوق الخمسة كم لوق الخمسة من السؤال 7 على 10 هاي 7 على 10 طبعا إحنا بنعرف يا جماعة أولا اللي ناسي بذكرك إذا كان عندك فوق بالبسط بسط ومقام كسر والمقام برضو كسر بسط ومقام بتقدر تختصر المقام اللي في البسط مع المقام اللي في المقام يعني مقام مع مقام إذا كان نفس الإشي بتبيروحه هاي عشرة راح أتمع العشرة طب شو راح يظل الجواب راح يظل اللي في البسط فوق 11 عدل اللي في البسط اللي تحت 7 صارت 11 على 7 إذن الجواب فرع A تمام؟ ممتاز هاي الطريقة بتستعملها إذا ما كان الأساس 10 ممتاز يا أستاذي شوف سؤال 15 بيحكي لك قيمة A التي تجعل الملحنة هذا الاقتران يمر بالنقطة 32.5 هس هاي النقطة نعرف إن الأول X والثاني Y تمام؟ يلا تعالوا بلا نحلها هاي عنا معادلة صارت يلا بدي أكتب أول شي مكان الـ X 32 ومكان الـ Y خمسة طب شو الـ Y اللي هي ورا اليساوي بدي أضع خمسة يعني راح أجي أكتبها زي هيك لوق أول شي الاساس A أنا لازم أعرفها لن أستاذ حكالي جد قيمة الـ A تمام الـ X هاي اللي جوا شو بدي أضع مكانها 32 يلا ويساوي ورا اليساوي بتحط قيمة الرقم اللي موجود معك للـ Y شو الرقم؟ خمسة فصارت لوق الـ A للثاني وثلاثين تساوي خمسة طيب كيف بدي أعرف الـ A هاي اللي موجودة تحت سهلة بدي أحولها من صورة لوق لصورة أسية تمام؟ كيف؟ نحكي الأساس أس الجواب ويساوي المقدار اللي جوا يلا هاي الأساس اللي هو أس الجواب اللي هو خمسة يساوي الرقم اللي جوا واللي هو ثنين وثلاثين تمام؟ هسا في قاعدة بتحكي لك إذا الأساس متساوي الأسس متساوية تمام؟ طلعوا كيف قصدي الثنين وثلاثين هي عبارة عن إيش أس خمسة؟ ليش؟ ليش ختمت الخمسة؟ لأن الأس الموجود هنا خمسة يعني أنا في عندي A أس خمسة بدي أحكي إنها عبارة عن رقم أس خمسة طب إيش هو هذا الرقم اللي أس خمسة؟ بقدر أجرب في الآلة الحاسبة ببلش من الثنين ثنين أس خمسة ثلاثة أس خمسة زي هيك طبعا أنت أول ما تجرب رح تطلع معك مباشرة إنه ثنين أس خمسة تعطيك ثنين وثلاثين فهونا الرقم اللي هو كم؟ ثنين طب شو بستفيد أنا هيك؟ بستفيد إنه الأس صار متساوي مع الأس الموجود فبنشطبهم وبنأخذ بس الأساس يعني قيمة الأي شو بتطلع مباشرة؟ ثنين معناته بحكي له قيمة الأي ثنين تمام يا جماعة؟ هذا السؤال حطولي عليه مهم تمام؟ الله يسعدكم يلا نيجي لهذا السؤال بحكي لك هل هاي المعادلة يساوي؟ برضو هذا السؤال الجماعة الخير حطولي عليه مهم عندي أربعة إي أسالب ثنين إكس يساوي أربعة وعشرين بدخل الإي لحالها فبقسم على أربعة بقسم على أربعة بتروح بتظل معاك هنا إي أسالب ثنين إكس ويساوي أربعة وعشرين تقسيم أربعة تعطيك ستة تمام هسا لما يكون في عندي إي كيف بتخلص من الإي؟ مندخل على المسألة لن تمام؟ إذا كان عدد وبدي تخلص منه بدخل على المسألة لوقريتم بس هنا عشان في عندي إي فلازم أدخل هنا لن وبدخل على المسألة من الجهة الثانية لن فلن الإي بتروح شو بتصير المسألة؟ بيظل عندك بس فوق سالب ثنين إكس تساوي لن الستة لن الستة يلا تخلص من معامل الإكس يعني على سالب ثنين على سالب ثنين بتروح رح تصير معاك الإكس تساوي لن الستة على تقسيم إيش؟ سالب ثنين فالجواب هيها سالب لن الستة على ثنين السالب لو كانت في المقام أو البسط ما بتفرق تمام؟ ممتاز تعالوا نشوف يا جماعة الخير السؤال رقم 17 السؤال ما أعطيك بيحكي لك حل المعادلة الأسية الآتية هو طبعا إحنا بالمعادلة اللي فوق طلع علي كانت عندي إي فأنا دخلت على المسألة لن هس هون في عندي رقم فبدأدخل على المسألة لغريتم ماتا بدخل لغريتم إذا كان العدد أنا مش قادر أخليه نفس الأساس يعني مثلا لو هاي كانت أربعة بقدر أشطبها وحطها ثنين أس لثنين هاي هم بقدرت أخليهم زي بعض أما هاي ثلاث بقدرش أخليها رقم أس إشي يعطيني ثنين تمام؟ طيب معناته بديدخل على هذا الطرف لغريتم ودخل على هذا الطرف لغريتم فرح يصيره كالتالي لغ لثنين أس إكس ويساوي لغ الثلاث برجع الأس إكس لورا بتصير إكس ضرب لغريتم لثنين وتساوي لغريتم الثلاث قسم على لغريتم لثنين قسم على لغريتم لثنين وشطب بيظل عندك إكس يساوي لغريتم الثلاث تقسيم لغريتم لثنين هاي الجواب لغريتم الثلاث تقسيم لغريتم الثنين حلناها يلا السؤال رقم ثمنتاش اني تي بيساوي هذا المقدار وهو عدد ذباب الفاكهة بعد تي ساعة من بدء الدراسة فان العدد الاصلي للذباب عند بدء الدراسة هو هذا السؤال يا جماعة كثير مهم تمام لما يحكي لك عند بدء الدراسة يعني اول ما بلشت التجربة الزمن بيكون صفر فالمفروض انك مكاني تي شو تروح تعود زي الشاطر صفر فيلا بنروح هاي تي واعود مكانها صفر تعالوا نعود يلا عندي هاي خمسين زائد عشرة ضرب ال اي اث ثنين بالعشرة مضروب في صفر فهاي رح تصير كلياتها صفر اي شي ضرب صفر صفر طيب اي اث صفر كم حكينا الجواب يا جماعة اي اث صفر تطلع يا جماعة الخير اللي هي واحد اي اث صفر الجواب واحد هس الواحد والعشرة بناتهم ضرب واحد ضرب عشرة هاي عشرة وعندي هنا زائد خمسين فالجواب رح يكون معي ستين اذا العدد الذباب الاصل عند بدء الدراسة ستين كيف عرفت مرة ثانية حكينا عند بدء الدراسة عند بدء الدراسة نفسها تي تساوي صفر بروح بعوض مكان تي صفر بتصير اي اث صفر واحد واحد في عشرة عشرة زائد خمسين ستين ممتاز هذا السؤال بيحكي لك اذا كان هذا المقدار فان فتح السالب واحد بده اياك تشتق وتعود سالب واحد يلا تعالوا هس على الاشتقاق يلا يالجماعة بعرفكو شاطرين في الاشتقاق طيب هس قبل ما اشتقها الاول في مشتقة الثاني بقدري جماعة الخير ابسطها يعني اضرب هاي في الحدين بعدين اضرب السالب ستة في الحدين يلا بدل الاشتقاق هي بدون اشتقاق هي ترتيب mening اكس تعب وسالب ستة ضرب موجة بستة رح يصيره سالب ستة وثلاثين طبعا عندك موجة بستة اكس تربيع وسالب ستة اكس تربيع بنشطبهم فرح يظل معنا اف الاكس تساوي من هون اكس قس أربعة ومن هون عندي سالب ستة وثلاثين هسا بشتقها وبعوض السالب واحد يلا لاتس جو يا جماعة اف فتح الاكس تساوي اكس قس أربعة بنزل الاربعة اكس اطرح منها واحد هاي ثلاث يلا تعال عوض لزاي الشاطر سالب واحد غح تصير اربعة في سالب واحد قس ثلاث سالب واحد قس عدد فردي بتظلها سالب واحد سالب واحد ضرب اربعة الجواب سالب الاربعة احسنت يا استاذي سهل اشتقاق يلا نشوف هاي اذا كان سالب اكس يساوي هذا المقدار فان معدل تغير الاقتران اس بالنسبة لا اكس هو يعني بدي اني اشتقها طيب تعالوا يا جماعة الخير نشتقها اول اشي عندي هون جدر تربيعي الجدر التربيعي بعرف قاعدته صح اللي هي تحت بمد خط القسمة اثنين في الجدر وبشتقل جوة الجدر فوق صح طيب هاي المتين شو بنعمل فيها طلع اس فتحة الاكس تساوي المتين هيخليها لحالها ضرب مد خط القسمة يلا بدي اكتب الجدر في المقام ضربي اثنين هاي اثنين ضرب الجدر واللي هو خمسة اكس تربيع زائد ثلاثمية هسا بدي اشتقل جوة الجدر فوق خمسة اكس تربيع بضرب اثنين في خمسة هاي عشرة اكس والثلاثمية عدد ثابت مش طقت وصفر حلو في اختصارات يا استاذي اه ميتين تقسيم اثنين شو بيضل مية حلو اذا هون صارت مية وهون عشرة اكس اضرب يلا مية ضرب عشرة هاي الف فرح يصير الناتج الف اكس على شطبنا طبعا الاثنين بضل جدر خمسة اكس تربيع زائد اثلاثمية فالناتج سيد العزيز فرع دي هاي الف اكس على خمسة اكس تربيع زائد مية تحت الجدر ممتاز يلا نشوف السؤال اللي بعده بحكي لي يمثل هذا الاقتران موقع الجسم يتحرك في مسار مستقيم حيث الموقع بالامتار والزمن بالثواني فان اللحظة التي يكون فيها الجسم في حالة سكون لحظي هي هون بحكي لك الجسم في حالة سكون لحظي كتبناها مع القوانين فوق بالمراجعة السكون اللحظي معناته ان السرعة تساوي صفر شو معنى السكون اللحظي؟ السرعة تساوي صفر السرعة يا جماعة الخير اللي هي VT لازم اساويها بالصفر وطلع منها قيم او قيمة ايش؟ قيمة التي لانه طلب مني طلب مني اللحظة اللي هي قيمة التي طيب انا معاي مسافة كيف بدي اجيب لك VT اللي هي السرعة؟ اكيد بدي اشتاقها يلا VT تساوي الست مشتاقتها صفر تسعة تي مشتاقتها تسعة هاي سالب تي تربيع اللي هي رح تصير اثنين تي فرح اكتب هنا تسعة ناقص اثنين تي يلا هيني جبت لك السرعة يا استاذي شو بدي اعمل فيها؟ بدي اسويها بالصفر ليش؟ لانه حكا لي الجسم في حالة سكون لحظي يلا يساوي صفر ونطرح من هنا تسعة ونطرح من هنا تسعة بتروح بيظل عندك سالب اثنين تي تساوي صفر ناقص تسعة واللي هي سالب تسعة قسم ليها على سالب اثنين قسم ليها على سالب اثنين بتروح معناته قيمة التي تساوي سالب مع سالب بتروح تسعة على اثنين اللي هي اربعة ونص او خليها تسعة على اثنين عادي اذا قيمة التي كم يا جماعة الخير؟ اربعة ونص اللي هي تسعة تقسيم اثنين تمام؟ السؤال اثنين بيحكي لي ميل المماس لمنحنا الاقتران هاض هس الاقتران حكينا وي بتكون لحالها والباقي هي اكسات تمام؟ طالب مني ميل المماس ميل المماس معناته يا جماعة الخير المشتقة يعني السؤال بصيغة اخرى كأنه بيحكي لك اشتاق الاقتران وبعوض لي مكان الاكس يثنين هس بقول له يبشر يلا فرح اجي اكتبها وي فتحة تساوي الاكس تربيع مشتقتها ثنين اكس زائد مشتقة السبعة اكس اللي هي سبعة والسالب واحد بتصير صفر هس مكان الاكس المفروض اعوض اثنين يلا بنزل الاثنين اللي قبلها وبفتح قوس مكان الاكس بكتب اثنين زائد سبعة اثنين ضرب اثنين اللي هي اربعة اربعة زائد سبعة الجواب كم يا جماعة احداش هاي سهلة يلا اللي بعديها بحكي لك السؤال ميل العمودي على المماس لمنحنة العلاقة هاي هو الان انتبه كتب لك هنا ميل المماس لمنحنة العلاقة كتب لك هنا ميل المماس لمنحنة الاقتران الان انتبه معاي هنا انا ما عندي Y تساوي مقدار كلياته X زي هيك Y قبل اليساوي بعد اليساوي مقدار كلياته X لا هون انت عندك قبل اليساوي X و Y مع بعض طب لما تكون X و Y مع بعض قبل اليساوي فهذا الحكي معناته انه هذا على درس الاشتقاق الضمي اخر درس بالمادة اسمه الاشتقاق ايش يا جماعة الاشتقاق الضمني وهذا السؤال ركز لي عليه كثير تمام لانه متوقع بيحكي لك السؤال ميل العمودي على المماس لمنحنة العلاقة معناته هاي لازم اشتقها ضمني هل السؤال حكي لروح اشتقها ضمني لا السؤال بس حكي لك اشتق طب انا كيف عرفت انها ضمني لانه شفت X و Y مع بعض فقلت هاي اكيد اشتقاقها ضمني طلو هاي محلاها Y قبل X بعد very easy هاي X و Y مع بعض فهنا لازم اشتق اشتق ضمني يعني كل Y بدي اشتقها بحط وراها DY على DX تمام يلا تعالوا نعملها يلا يا الجماعة عندي ثلاثة X مشتقتها ثلاث ناقص اثنين Y مشتقتها ثنين و انا اشتقت اشي فيه Y فرح احط لها DY على DX عندي الاثناش بتصير صفر يساوي اشتق الصفر برضو شو بيظله صفر يلا سب نحكي ناقص ثلاث ناقص ثلاث بتروح بيظل سالة بثنين DY على DX تساوي سالب ثلاث قسم على معامل المشتقة اللي هو سالب ثلاث على سالب ثلاث نشطب رح تضل معك المشتقة اللي هي DY على DX تساوي سالب مع سالب بيروح الجواب ثلاث على ثلاث على ثلاث هذا هو يا جماعة الخير المشتقة طبعا المشتقة اللي هي اسمها ميل المماس مش هسا حكينا هايها ميل المماس هي المشتقة والسؤال هون حكى لك إيش طلب طلب ميل العمودي على المماس أيوا طب لما يكون معي أنا ميل المماس و بدي ميل العمودي شو لازم أعمل بقلبها وبعكس الإشارة أيوا يعني هذا ميل المماس أما السؤال شو طلب منك يا سيد العزيز ميل العمودي على المماس معنات انتون رح تيجي زي الشاطر رح تحكي لهاي مش ثلاثة على اثنين بقلبها بتصير ثلاثة على ثلاث و بدل ما هي موجب شو بخليها أنا سالب فالجواب الصحيح سالب ثلاثة على ثلاثة هو فعلا ميل العمودي تمام يا جماعة إذا المرة الثانية قسمنا على سالب على سالب صارت معك ثلاثة على ثلاثة بس مش أروح مباشرة حط ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة جواب لا انتبه هاي ميل المماس اللي هي المشتقة السؤال طلب منك ميل العمودي ميل العمودي بتقلبها و بتعكس الإشارة هذا السؤال موجود زيه في اختبار نهاية الوحدة ممتاز و حكينا مهم يلا نشوف السؤال اللي بعدي بيحكي لك يمثل الاقتران هذا موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم حيث S الموقع بالأمتار فإن اللحظة التي يكون فيها الجسم يتحرك في الاتجاه السالب بيحكي لك يتحرك في الاتجاه السالب قصده أن السرعة أقل من صفر يعني السرعة سالبة طب كيف بدي أعبر عنها هاي بالرموز السرعة سالبة شو يعني؟ طلعوا كيف باجي بحكي لبما أن السرعة سالبة شو لازم أعمل بحكي لأنه VT هي أقل من صفر هي إيش يا جماعة أقل من صفر تمام إلا بدي أمسك هذا الاقتران أول شي بدي أجيب له السرعة بدي أشتق يلا بحكي له VT تساوي الأربعة مشتقتها صفر الستة تي بتصير ستة والتي تربيع بتصير اثنين تي يعني ستة ناقص اثنين تي هينيشتقتها طب بعدين ما بدي أسويها بالصفر لا بدي أحكي أنها أقل من صفر هي أقل من صفر يلا بحكي ستة ناقص اثنين تي أقل من صفر طب هاي كيف بدي أحلها هاي بدي أتخلص أول شي من العدد الثابت كأنها معادلة عادية ناقص ستة ناقص ستة بيظل من هون سالب ثنين تي يلا بحكي سالب ثنين تي يلا بحكي سالب ثنين تي أقل من صفر معاملتي اللي هو سالب ثنين طيب هون تقسيم سالب ثنين وهون تقسيم سالب ثنين نشطبهم هس هون بدي أياك تنتبه على إشارة المتباينة هاي لما أنا أضرب أو أقسم في عدد سالب لازم أعكس الإشارة تمام؟ هون إذا ضربت أو قسمت في عدد سالب نعكس إشارة المتباينة إذا كانت أكبر بتصير أصغر وإذا كانت أصغر بخليها أكبر تمام؟ يلا هذا السؤال ما هي ما حكينا شطبنا مع هاي مع هاي بيظل مع هاي تي بدل ما هي أصغر رح أعكسي تجاهها زي هيك بتصير أكبر سالب ستة على سالب ثنين اللي هي كم يا جماعة؟ ثلاث فالجواب تي أكبر من ثلاث تمام؟ بس أنا هون نطلع الخيارات عندي عندي إشارة يساوي مش أكبر طيب مش الواحد الصح ولا الاثنين ولا الثلاث الصح الجواب الصح هو تي تساوي أربعة ليش؟ لأنني كاتب لك بدي تي تكون أكبر من ثلاث طب مين من الخيارات الموجودة أكبر من الثلاث في الشغير الأربعة فبحكي له تي تساوي أربعة تمام؟ ممتاز هذا السؤال ركزوا علي يا جماعة يلا نشوف السؤال خمس وعشرين بيحكي لك عندي هنا اقترانين تمام؟ قابلين للاشتقاق هاي هم فالأكس تساوي جي وجواها اتش الأكس هذوله معطيات هذوله معطيات السؤال بيحكي لك بدي فتحة للاثنين بدي السؤال فتحة للاثنين طيب خلينا بس نحل هاي طبعا هون جماعة عدلوها بدل من هي خمس يحطوها خمستاش يلا تعالوا بلا نشوف عندي فالأكس تساوي جي وجواها اتش الأكس هذوله بدي اجي اشتقها اول شي فالأكس اللي هي فتحة للأكس كيف باشتق اقتران لما يكون جوات اقتران اول شي باشتق اللي برا بخلي اللي جوا باشتق اللي جوا جنبها يعني باشتق اللي برا اللي برا اللي هو جي فرح تصير جي فتحة بفتح قص اللي جوا بنسخ نفس ما هو اتش الأكس تمام هذوله باشتقوا جنبي يعني ضرب اتش فتحة لالأكس ممتاز هذوله بدي اجي اعوض مكان كل اكس شو حكالي السؤال بدي اكتعوض اتنين بشيلي الاكسات وبحط اتنين جي فتحة لأتش اللي اثنين ساكر القوس ضرب اتش فتحة للاثنين يلا ويسابت جي فتحة لأ السابت طلع لي المعطيات هاي اللي هي اتش لاثنين و اتش فتحة لاثنين هاي هوا من السؤال اتش لاثنين تساوي سالب واحد اذا بشطب هاي اتش لاثنين بتصير سالب واحد بسكر القوس ضرب اتش فتحة لاثنين اللي هي عبارة عن خمسة فمنشطبها بنحط مكانها خمسة تمام اتش لاثنين اتش لاثنين اتش لاثنين اتش لاثنين كم ثلاث بشطب هاي بحط ثلاث فبتصير ثلاث ضرب خمسة شو الجواب خمسة عشر هاي الجواب فرع دي اللي هو صار خمسة عشر ممتاز هذا السؤال مهم جماعة بحطوا جنبه نجمة طيب تشوف السؤال اللي بعدي سؤال ستة وعشرين بحكي لك إذا كان يو وفي اقترانين قابلين للاشتقاق ومعطيك كل هذول معطيات بحكي لك فإن في على يو مشتقة للواحد هي يعني بدو إياك تشتق قاعدة قسمة يا جماعة يلا تعالوا نشتقها على قاعدة القسمة فقاعدة القسمة بتحكي لك أول شي نكتبهم اللي هما في على يو مشتقة للواحد للواحد يلا ويساوي من مد خط القسمة أول شي نكتب المقام تحت تربيع اللي هو يو الواحد عليه تربيع هسا نكتب المقام اللي هو يو يو الواحد يو للواحد تمام ضرب مشتقة البسط اللي هو في فتحة للواحد ناقص بكتب البسط اللي هو في الواحد ضرب مشتقة المقام اللي هو يو فتحة للواحد يلا ويساوي عندي يول واحد يول واحد من معطيات السؤال يول واحد اللي هي ثالب واحد إذن مشطبها وبنزل ثالب واحد يلا برد في فتح الواحد من معطيات السؤال اثنين إذن مشطبها بحط مكانها اثنين تمام يلا ناقص عندي في الواحد في الواحد من معطيات السؤال وين راحت اللي هي عبارة عن ثلاث فبشطب هاي شو بحط مكانها جماعة ثلاث يوفتح الواحد يوفتح الواحد اللي هي واحد فبشطبها وبحط مكانها جماعة الخير واحد على المقام تربيع اللي هو يول واحد يعني سالب واحد تربيع والتربيع بيشير السالب بتصير واحد والواحد في المقام أصلا ما بيأثر يلا ويساوي سالب واحد ضرب اثنين هاي سالب اثنين ناقص هاي الناقص ثلاثة ضرب واحد ثلاث عندك سالب اثنين وسالب ثلاث شو بيصير الجواب سالب الخمسة فالجواب الصح فرع بي سالب خمسة حلناها على قاعدة القسمة تمام وشوف هذا السؤال بحكي لك السؤال عند رمي حجر نرد في مسطح مائي تتكون موجات دعرية متحدة في المركز إذا كان نصف القطر يزداد بمعدل ثمانية هاسا كلمة يزداد بمعدل أو يتناقص بمعدل هاي على طول انت لازم يخطر في بالك الدرس الأخير تبع الاشتقاق الضمني تمام حلو هاسا كلمة يزداد بمعدل بحط الرقم نفسه مع الرمز ايش تبع المشتقة يعني حكالي مين هو اللي بيزداد بمعدل يعني كلمة يزداد بمعدل تعود على مين على نص القطر طب نص القطر من السؤال ايش رمزه هاي لو تكمل السؤال تحت بيحكي لك نص القطر رمزه فرح اجي اكتبها DR على DT ايش في هذا الدرس بقسمه على DT دA باكتبها DA على DT تمام در على DT حكالي يزداد بمعدل ثمانية فرح اكتبها ثمانية لو حكالي يتناقص بمعدل ثمانية بحطها سالب ثمانية تمام يلا هاي DR على DT ثمانية كمل بحكي لي فإن معدل تغير مساحة هذه الدائرة عندما يكون نص القطر عشرة العشرة تعود على نص القطر معناته نص القطر اللي هو R بساوي عشرة لاحظوا ما حط DR على DT لازم يحكي لي قبلها كلمة يزداد بمعدل او يتناقص بمعدل عشان اكتبها زي هيك اما إذا حكالي نص القطر عشرة خلص R تساوي عشرا بينه طيب بحكي لي علما بأن العلاقة التي تربط بين مساحة الدائرة ونص القطر هاي اللي أنا بدي أشتقها طيب شو المطلوب المطلوب معدل تغير المساحة معدل تغير المساحة يعني المطلوب DA على DT هذا هو المطلوب طيب تعالوا نيجي للمسألة هاي يلا اللي هي A تساوي B في R تربيع ال A بدي أشتقها عشان إحنا في الدرس الأخير كله ضمني فرح أكتبها DA على DT وتساوي هسا B R تربيع بدي أضرب لفتنين في الباي لأنه الباي عدد ثابت فبكتبها ثنين باي ضرب ال R تربيع صارت R أس واحد لأنه طرحت منها إيش واحد هسا ال R بدي أضرب في مشتقتها اللي هي DR على DT لأنه زي ما حكيت لك هون كل إشي رح يكون ضمني تمام وانت طلعتها DR على DT كم؟ ثمانية هسا بس صفت شغلة تعويض طلعوا كيف ثنين باي خليها ال R قديش من السؤال عشرة تحط هنا عشرة تمام DR على DT هاي هاللي هي قديش جوابها ثمانية فمنشطبها ومنحط مكانها ثمانية فرح تحكيلي الجواب الثلين ضرب ثمانية ستاش ستاش في عشرة هي مية وستين وفي عندك باي إذن الجواب مية وستين باي هو الجواب الصحيح تمام يا جماعة ممتاز إذن هي هيك نكون حلينا سؤال سبعة وعشرين تعالوا نشوف سؤال ثمانية وعشرين طبعا الدوائر بس لعن سؤال ثلاثين بعدها بسير السؤال الثاني والثالث يلا سؤال ثمانية وعشرين بيحكي لك يمكن نمذجة موقع فهد يطارد فريسته على أرض مستوي حركا في خط مستقيم باستعمال هذا الاقتران لهو S حيث تي الزمن بالثواني فإن تسارع الفهد بعد ثلاث ثواني من بدء الحركة يعني بده التسارع طبعا أنا معاي المسافة بشتقها أول مرة بجيب لك السرعة بشتق السرعة كمان مرة شو بتصير بتصير تسارع وبعوض فيها الرقم اللي انت بدك يا شو بتدك الرقم بعد ثلاث ثواني حلو ولا أسهل منها يلا عندي هي S بدي أجيب أول شي VT بدي أشتقها يلا عندي T تكعيب رح تسير ثلاثة T تربيع ناقص عندي ستة T تربيع بضرب اثنين في ستة رح تصيري اثناش T زائد عندي تسعة T شو مشتقتها تسعة يلا هاي هي السرعة بشتقها كمان مرة عشان أجيب التسارع اللي هو A T ثلاثة T تربيع عف مين ضرب ثلاث هاي ستة T ناقص T أس واحد بأخذ معاملها واللي هو اثناش والتسعة هي عدد ثابت مشتقته صفر هسا دك تعوض مكان T قديش ثلاث فبتحكي لي A ثلاثة تساوي ستة ضرب ثلاث هاي ثمنتاش ثمنتاش ناقص اثناش الثناش اللي هي عبارة عن كمية جماعة الخير ستة فالجواب الصحيح اللي هو ستة في الرعدي تمام نشوف يا سيد العزيز سؤال تسعة وعشرين بيحكي لك إذا كان Y تساوي U ضرب V وكانوا هذول المعطيات فإن Y فتحة تساوي يعني أريد إياك تشتق عملية ضرب U ضرب V الاقتلان الأول ضرب الاقتلان الثاني إذن هاي عملية ضرب رح أطبق قاعدة الضرب يلا رح نحكي Y فتحة للواحد تساوي يلا الأول اللي هو يو الواحد ضرب بي اشتق الثاني اللي هو V زائد بكتب الثاني اللي هو V الواحد ضرب بشتق الأول اللي هو U الفتحة للواحد يلا ويساوي U الواحد هي هنهين واضح ايه V وهن أضح ايه ثنين الواحد فنضح ايه ثلاث ايه ثلاث نشطبها بنحط ثلاث. اثنين ضرب واحد اثنين زائد. سالب واحد في ثلاث هي سالب ثلاث. اثنين ناقص ثلاث الجواب سالب واحد. شفتو على قاعدة الضرب حالناها. يلا نشوف اخر سالف الدوائر. اذا كان لن لهذا المقدار وهذا حطولي جنبه مهم لن لهذا المقدار فان فتحها الاكس هي بدي يعني اشتقها. طب كيف باشتق اللن? بكتب اللي جوه اللن في المقام وباشتق وفوق. يلا. بدي اكتب اللي جوه اللن في المقام تحت. ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين. اشتق اللي اياه فوق. ثلين في ثلاث هي ستة اكس والاثنين مشتقتها صفر. فالجواب الصح فرع سي. تمام? ممتاز. تعالوا نشوفوا جماعة الخير السؤال الثاني شو بيحكي لنا? طبعا السؤال هو افرع. فبيحكي لي السؤال هايوا عليها عشرين علامة. يمثل هذا الاقتران عدد الخلايا البكترية بعد اكس ساعة المطلوب. بعد كم ساعة يصبح عدد الخلايا البكترية الف ومتين. تتذكروا شو كنا نحكي بالامتحان اللي صورناها هذيك المرة. حكينا لما يسألني السؤال عن الزمن بعد كم يوم بعد كم اسبوع بعد كم ساعة بعد كم ثانية. لما يسألك السؤال عن الزمن ويعطيك رقم اخر اشي زي هيك. فهذا الرقم المفروض نكتبه ورا ليساوي. طلع لو بدي ارجع اقرأ السؤال كمان مرة. يمثل هذا الاقتران عدد الخلايا تمام. بعد كم ساعة سألني عن الزمن بعد كم ساعة يصبح عدد الخلايا الف ومتين. ما اكيد هاي الف ومتين رح اكتبها ورا ليساوي اللي في السؤال. وطلع قيمة المجهول اللي هو الزمن اللي هو بهاي المسألة اكس. يلا بدي امسك المسألة. ثلاثمية ضرب اثنين. اوس اكس على ثلاث. وكلياتها بدي اساويها ب الف ومتين. ممتاز يا استاذي. بعدين. تقسيم ثلاثمية. تقسيم ثلاثمية. يلا بتشطب هاي مع هاي. بتضر عندك اثنين. اوس اكس تقسيم ثلاث. وتساوي. طبعا صفلين مع صفلين بروح. وطناش على ثلاث. الجواب اربعة. هس الاساس اثنين والاساس اربعة. بقدر اخذ الاربع زي الاثنين. طبعا الاربع هي اثنين تربيع. فباجب اكتبها هون زي هيك. هاي اثنين. اوس اكس على ثلاث. وتساوي. مكان الاربعة رح اكتب اثنين تربيع. حلو. يلا. هس تطلعوا على الاساس. صار متساوي. اشطبهم. معناته بساوي الاسس. اكس على ثلاث. تساوي اثنين. هاي بتنحل بالضربة التبادلية. على واحد ضرب تبادلية. اكس ضرب واحد اللي هي اكس. وتساوي اثنين في ثلاث الجواب ستة. اذا بعد كم ساعة تصبح عدد الخلايا الف ومتين بعد ست ساعات. جود؟ جود. فرع اثنين. استثمر معاذ مبلغ سبع تلاف دينار في شركة بنسبة ربح مركب واحد ونصف بالمية. وتضاف كل اربعة اشهر. جت جملة المبلغ بعد خمس سنوات. هون حكالك بنسبة ربح مركب. نتذكر مع بعض قانون الربح المركب. اي تي تساوي بي. في واحد زائد ار. على اثنين ضرب تي. طبعا انت في السؤال لما كتبت القانون هيك اخدت من علامة العلامتين. تمام? فلازم تكون حافظ القانون. هسا هاي السبع تلاف اللي هي البي. هاي الواحد ونصف بالمية اللي هي الار. هسا هاي اللي بتحكي عن الان. بس مش هي الان. يعني الان مش اربعة. لأ. الان اللي هي عدد الاشهر على الرقم اللي معطيك ايها. شو الرقم اللي انت معطين اربعة. تنعش على اربعة الجواب ثلاث. لانه في السنة عندك تنعشر شهر. لما اعطيك الربح انا كل اربع اشهر. فكني اعطيك ايها ثلاث مرات. تنعش على اربعة ثلاث. حلو. والزمن هاي اللي هو تي. خمسة. تعالوا نشتغلها. راح اكتب ال خمسة. تساوي بي اللي هي سبع تلاف. قوس. واحد زائد الار اللي هي واحد ونص بالمية. تكتبها في الان الحاسبة زي هيك. واحد. بوينت خمسة. تقسيم. مية. تمام? يلا هيدي اعملها معاكم. واحد بوينت خمسة تقسيم مية. تطلع صفر. فاصل صفر. خمسة. على. الان قداش طلعناها ثلاث. يلا اس. 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 ان ضرب تي. الان ثلاث. ضرب تي. الان ثلاث. ضرب تي. اللي هي قداش. التيم السؤال خمسة. طب هاد الرقم كيف دي حسبو في الالة الحاسبة. اول اش بدي اياك تحسب اللي جوه القوس هاد. ومن جوه القوس بتوخذ عملية القسمة اولا. تمام? بعدين بتجمع واحد. بعدين باخذ القوس. هسا القوس مبين خنخلص منه. ثلاثة في خمسة كم? خمسة عشر. يلا. بدي ابدأ هسا بلي جوه القوس. جوه القوس عندي هذا الرقم تقسيم ثلاث. صفر فاصل صفر خمسة عشر تقسيم ثلاث. يساوي. طلع معي هذا الرقم. الرقم نفسه بخليه في الالة الحاسبة. بدي احكيله زائد واحد. زائد واحد. يساوي. طلع معي واحد فاصل هيد اكتبها. سبع تلاف. طلع معي واحد فاصل صفر صفر خمسة. وقس ثلاثة في خمسة هي خمسة عشر. يلا هزا هي صارت سهلة. بكتب هسا سبع تلاف. سبع تلاف. بفتح قوس. بنحط واحد فاصل صفر صفر خمسة. واحد بوينت صفر صفر خمسة. سكر القوس. وحط رمز القس وكتب خمسة عشر. هاي الجواب. نكتبه هون. اللي هو سبع تلاف وخمسمية وثلاثة واربعين. فاصل سبع وسبعين. وكتبها فاصل ثمانية تقريبا. خلص. هاي الجواب. لو كتبتها فاصل سبع وسبعين حلك صح. تمام؟ ممتاز. نشوف السؤال الثالث. عليه ثمانية وثلاثين علامة. السؤال بيحكي لك. هو أفرع. جيت دي واي على دي اكس. لكل مما يأتي عند قيم اكس المعطى. يعني اشتق لكل قيم اكس الموجودة. أول اشي هون عندك السيد العزيز جذر تكعيبي. طبعا اللي له قاعدة. الجذر التربيعي ليست تكعيبي. التكعيبي بدك تف كل ايش. للداخل على الخارج. الداخل واحد والخارج ثلاث. فبيصير واحد على ثلاث. وباشتق على قاعدة القوس. يلا. برزل الاس ورا. هاي دي واي على دي اكس وتساوي. واحد على ثلاث. بفتح قوس. هاي نفس ما هي. اكس تربيع زائد سبعة. هسا بدي اطرح واحد ناقص ثلاث. اللي هي سالب اثنين. فهي الاس سالب اثنين على المقام نفسه كم? ثلاث. هسا بدي اضرب في مشتقة القوس. مشتقة الاكس تربيع زائد سبعة هي اثنين اكس. ممتاز. يلا هاي نشتقت. الان السؤال طلب مني اعوض واحد. تعالوا نعوض واحد. رح احكي واحد على ثلاث. في مكان هاي الاكس تربيع رح تصير واحد تربيع زائد سبعة. اس سالب اثنين على ثلاث. ضرب. اثنين ضرب. مكان الاكس بدي احط واحد. يلا واي ساوي. اثنين ضرب واحد اللي هي اثنين. هاي كاملة اثنين. طب هون في عندك واحد على ثلاث. فبضرب زي هيك. انه واحد على ثلاث ضرب اثنين بتصير اثنين على ثلاث صح? اذا هاي وهاي اصلهم اثنين على ثلاث. يلا قوس. واحد تربيع واحد. واحد زائد سبعة. هاي ثمانية. اس سالب اثنين على ثلاث. هساي بطلحها في الآلة الحاسبة. طلعوا كيف? اثنين على ثلاث بدأت تحطها بقوس زي هيك في الآلة الحاسبة يعني. ثمانية. 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 ث اس افتح قوس سالب اثنين تقسيم ثلاث سكر القوس ويساوي طلب معي رقم عشري بك بس شفت اي بي على سي بطلب معي الجواب الاخير واحد على ستة كبس شفت و اي بي على سي عشان احولها لكسر حلو نشوف هون عندي هنا وي بدلالة يو وعندي يو بدلالة اكس ومعطيني قيمة الاكس اذا اكيد اكيد هاي على قاعدة السلسلة تمام لان عندك ثلاث رموز اكس ويو وواي يلا نكتب القانون لانه عليه علامة دي واي على دي اكس تساوي دي واي على دي يو ضرب دي يو على دي اكس يلا ويساوي اول شي اذا اشتق الواي لجواها هيو هي الواي وجوات هيو اذا اشتقها تحتها هاي قوس يو تربيع اللي هي اصلا اثنين يو ناقص ثلاث يو هاي ناقص ثلاث والواحد صفر يلا كمان قوس ضرب اليو اللي جواها اكس هيها يو جواها اكس الاكس تكعب شو مش تقتها ثلاثة اكس تربيع هسا انا معطيني قيمة الاكس اللي هي هاي بس قيمة اليو مش معطيني اياها انا لازم اعرفها كيف بعوض الاكس في المعادلة تلوي اليو يعني مش اليو اصلا اكس تكعب زائد واحد هايها من السؤال اكس تكعب زائد واحد بدشي الاكس وعوض اثنين عشان اعرف كم اليو فبكتب يو تساوي مكان الاكس هي ثنين اص ثلاث زائد واحد وطبعا اثنين اصلا ثمانية ثمانية زائد واحد الجواب تسعة ايوا يعني يا استاذي مكان اليو بحط تسعة ومكان الاكس بحطها زي ما هي اثنين يلا تعالوا نعوض هي عندي اثنين مكان اليو بدي احط تسعة ناقص ثلاث سكر القوس ضرب قوس ثلاث في مكان الاكس ده اكتب اثنين هاي ثلاث ضرب اثنين تربيع يلا ويساوي هسا اثنين ضرب تسعة اللي هي ثمنتاش ثمنتاش ناقص ثلاث هاي خمسة عش ضرب اثنين تربيع اربعة اربعة ضرب ثلاث اللي هي اثناش خمسة عش ضرب اثناش تضربهم في الادة الحاسبة خمسة عش ضرب اثناش الجواب مية وثمانين هايك بيكون يا جماعة الخير حدين هذو السؤال تمام؟ ممتاز يلا السؤال البعدي بيحكي لك جد مشتقت كل اقتران مما يأتي نفس الشي اشتقاك ف الاكس فتح الاكس تساوي الاشتقاك يا جماعة الخير اسهل اشي لعبتكو يلا ساين الاربعة اكس الساين رح يصير كوساين بحافظ على الزاوية جوا قوس اربعة اكس ضرب بشتق الاربعة اكس جنبها شو مشتقت الاربعة اكس؟ هاي اربعة يلا عندي زائد خمسة على كوساين الاكس هاي عدد ثابت على اقتران يعني قاعدة المقلوب هاي فبضرب العدد الثابت ضرب سالب بصير سالب خمسة ضرب بشتق الاقتران جنبها فوق يعني عندي كوساين شو مشتقت الكوساين يا جماعة؟ سالب ساين ممتاز على المقام نفسه وبحط عليها جماعة الخير ايش؟ تربيع هاي كوساين الاكس تربيع وطبعا السالب بروح مع السالب برجعوا ايش؟ موجب تمام شوف هاي المسألة عندي اف الاكس تساوي هذا الاقترانين هذا الاقتران الاول وهذا الاقتران الثاني يلا بدي اشتقهم فتح الاكس تساوي الاول خلينا اسمه ثلاثة اكس ناقص خمسة أس أربعة ضرب داشتق الثاني ثمانية مشتقتها صفر بظل ناقص هايها سالب ثلاثة اكس مشتقتها ثلاثة فبصير سالب ثلاثة هاي الاول فمشتقت الثاني زائد بكتب الثاني واللي هو ثمانية ناقص ثلاثة اكس ضرب داشتق الاول بنزد الأربعة وراها تمام؟ بفتح كوس نكتب ثلاثة اكس ناقص خمسة نطرح من قص واحد هاي ثلاث ضرب بشتق الجوه القوس اللي هو كم؟ ثلاث تمام؟ هس افرض انا والله حبيت ابسط طلع كيف التبسيط بكون اللي قبل الزائد تبسيطه لحال واللي بعد الزائد تبسيطه لحال كيف يعني؟ يعني عندي سالب ثلاث بكتب هاول اشي وهاي القوس ثلاثة اكس ناقص خمسة قص أربعة هاي بسطت هاي يلا عندي هون زائد بدا شوف الاعداد الفالتين يا جماعة هون في عدد فالت هايو اربعة وهنا في عندي عدد فالت اللي هو ثلاث اربعة في ثلاثة كم؟ ثلاث وبنزل القوسين اللي ظلوا اللي هما ثمانية ناقص ثلاثة اكس وهون ثلاثة اكس ناقص خمسة والكل أس ثلاث هيني بسطتها طب ساد لو ما بسطتها عادي هاس عادي بس انه عشان تضمن العلامة بالزيادة اكتبها مش رح تخسر اشي يلا نشوف هدا السؤال عندي ساين لجذر زائد ساين لكسر ناقص كوساين تربيع هاس بديك تنتبه لما يكون عندك ساين وفي تربيع على حرف الان وهو اكس او كوساين وفي تربيع على حرف الاس وهو اكس فهونا قصده التربيع او الاس المشارط اثنين شو ما كان الاس مثلا اربعة ستة شو ما كان بتشطبها وبتكتبها عالقوس كاملا شطبها وكتبها عالقوس بتصير معك قاعدة قوس يا جماعة تمام لما يكون على حرف الان او على حرف الاس طبعا اذا كان زي هيك كوساين اكس تربيع هيك لا مش على قاعدة القوس تمام يلا تعالوا بلا نشتق ف فتح الاكس يتساوي يلا ساين مشتقتها كوساين بحافظ على الزاوية جذر الاكس وباشتقها جبها يعني ضرب شو مشتقت الجذر انه نكتب يا جماعة تحت اثنين في نفس الجذر ونشتقه فوق اللي هو واحد يلا زائد عندي ساين الكسر الساين هو عبارة عن كوساين نكتب لجوه نفس ما هو واحد على اكس ضرب لما بدي اشتقها هاي قاعدة المقلوب عدد ثابت على اقتران فبضرب العدد في سالب ومشتقة الاقتران واحد على الاقتران تربيع هس لو بدي اجي اكمل حلي هون عندي جماعة الخير كوساين على الاس في اثنين بشطبها وباكتبها على القوس اذا هاي قاعدة قوس بتصير فرح ارجع الاثنين لورا هاي يعني هنا في ناقص برجع الاثنين وورا هاي اثنين نفتح القوس هاي كوساين الاكس نطرح من الاس واحد هاي واحد ضرب شو مش طقت الكوساين هايها سالب ساين الاكس تمام يا جماعة ممتاز يلا نشوف السؤال الرابع جد معادلة العمودية على المماس لمنحنا هذا الاقتران عندما اكس تساوي اربعة هس معادلة المماس او العمودية على المماس عشان اكتبهم بلزمني شغلتين بلزمني نقطة وبلزمني ميل صح؟ طيب السؤال لا معطيك النقطة ولا معطيك الميل لعد شو معطيني؟ معطيني الاكس بس انا وانتو بنعرف اذا عوضنا الاكس في الاقتران مباشرة تطلع معنا الواي فبنعملهم على شكل نقطة اكس وواي صح؟ يلا تعالوا نعوضها هاي عندي اف الاربعة تساوي اربعة تربيع ستاش ستاش ناقص عشرة الجواب ستة فهاي الستة لمين؟ هاي للواي فصارت النقطة اكس وواي يعني اربعة على اكس وستة على الواي هاي النقطة طيب بدي الميل بس بدي اياك تنتبه انت كمان ميل المماس ولا ميل العمودي على المماس؟ احسنت احسنت ميل العمودي على المماس اللي هو اقلب واعكس الاشارة يلا اولش نجيب الميل العادي نشتاك افتح الاكس تساوي اكس تربيع مشتقتها 2 اكس وهاي مشتقتها صفر تمام هس هاي نشتاكت بدي اعوض مكان الاكس يا جماعة قديش اه اربعة يلا فبتصير اثنين ضرب اربعة هاي ثمنية هاي الثمنية هي عبارة عن ميل المماس انا شو بدي منك؟ بدي منك ميل العمودي على المماس اقلبها بدل ما هي ثمنية على واحد شو بتصير؟ واحد على ثمنية واعكس الاشارة بدل ما هي موجب شو بتصير؟ سالب هذا هو ميل العمودي يلا معك الميل ومعك النقطة بتقدر تكتب للمعادلة نكتبها v y y 1 بتصطيع سالب 1 على ثمانية في X ناقص X1 اللي هي كم يا جماعة أربعة وهيك بيكون حلينا هذا السؤال نشوف فرعة اثنين يمثل هذا الاقتران اللي هو المسافة موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم فجدت سرعة الجسم المتجهة عندما يكون التسارع صفر هذا السؤال مهارات تفكيره عليها ومهم تمام بيحكيلي بدي التسارع يكون صفر بس أنا طالب منك السرعة يعني شو المطلوب هنا دائما لما يحكي لك ما سرعة الجسم زي السؤال اللي فوق تبع التسارع الفهد لما حكي لك بدي التسارع اللي هو AT تمام بس حكي لك بعد ثلاث ثواني يعني المفروض انه مكان T شو أعود ثلاث خلص اشتق مرتين معود ثلاث الأمور تمام أما في هذا السؤال يا جماعة لا شو بيحكي لك بيحكي لك أنا بدي بيها فما سرعة الجسم يعني المطلوب اللي هو V تمام VT حلو عندما يكون التسارع صفر مش V صفر لا التسارع صفر يعني التسارع نفسه اللي هو AT بدك تساوي بالصفر طب شو باستفيد إذا ساويت التسارع بالصفر رح أعرف منه قيمة T مثلا طلعت T مثلا سبعة بعوض السبعة فوق وصلت تمام إذن المطلوب مني هسا يا جماعة أساوي التسارع في الصفر طب أنا عندي مسافة كيف ده وصل للتسارع داك تشتاق مرتين يلا أول شنو نقولها S T اللي هي 2T تكعيب ناقص 6T تربيع زائد 8T وهنا بدي أوقف وأعطيك معلومة كثير مهمة لما تيجي تنقل السؤال من الامتحان على ورقة الإجابة أو على دفتر الإجابة أنقل السؤال على مهلك لا تنقل السؤال بسرعة إذا نقلت السؤال بسرعة راح تتخربط في إشارة سالب ولا راح تنقل رقم غلط امشي على مهلك ما حدا بلحق فيك معك ساعتين تمام طيب يلا هاي معاي المسافة هسا ادي أشتاقها يلا VT تساوي 3 ضرب 2 هاي 6T تربيع ناقص 2 ضرب 6 هاي 12T زائد 8T مشتاقتها 8 هاي اللي هي السرعة أنا لسا بدي أوصل للتسارع يلا ارجع أشتاق هاي AT تساوي 2 في 6 هاي 12T ناقص 12T أس 1 راح تصير 12 والثمانية عبارة عن صفر حلو فصارت 12T ناقص 12 هسا هاي كاملة بدي أساويها زي ما حكالي السؤال بصفر لأنه قلي عندما يكون التسارع صفر هاي التسارع ساويته بصفر مش بعوض في صفر لا بساويه بالصفر يلا فبنقدر نعمل هنا زائد 12 نعمل هنا زائد 12 بتروح بيظل عندي 12T تساوي صفر زائد 12 هي 12 قسم يا أستاذي على 12 قسم على 12 بتروح إذا T تساوي 12 على 12 كم 1 هل انتهى الحل هون؟ لا أنا هنا بس ساويت التسارع بالصفر وعرفت منه انه قيمة T بتطلع 1 لكن شو المطلوب يا أستاذ؟ المطلوب فما سرعة الجسم يعني بعد ما عرفت انه T تساوي 1 برجع بعوضها في السرعة يلا تعالوا نعوضها في معادلة السرعة اللي هي هاي هاي المعادلة تبعة السرعة صح؟ هاي المعادلة تبعة المسافة هاي المعادلة تبعة التسارع يلا بدي أعوض هسا في السرعة كم يا جماعة؟ 1 بحكي له V الواحد تساوي 6 ضرب 1 تربيع ناقص 12 ضرب 1 زائد 8 6 ضرب 1 6 ناقص 12 في 1 12 زائد 8 6 ناقص 12 سالب 6 وموجب 8 بصيره موجب 2 إذا هاي السرعة بعد ثانية واحدة طب أستاذ ليش انت؟ ما عوضت مباشرة في السرعة ليش ما عوضت فيها يعني واحد ع طول؟ ليش رحت للتسارع وساويته بالصفر؟ هسا إذا أنا ما رحت للتسارع وساويته بالصفر مش رح أقدر أعرف قيمة T إلا بهاي الخطوة بس أعرف قيمة T برجع بقرأ السؤال المطلوب ما سرعت الجسم رحت عوضت في السرعة كم؟ واحد وطلع معاي الحل جاهز تمام نيجي لآخر السؤال عليه 24 علامة ثلاث أفرع بيحكي لك السؤال الأول حديقة منزلية على شكل مستطيل حطوا لي جنبه هذا مهم انشيت مقابلة جدار إذا كانوا محيط الحديقة بدون الجدار 400 متر فجد بعدي الحديقة الذين يجعلان المساحة أكبر ما يمكن دعنا نمسح بس هذا السؤال طيب ركز معاي يا حبيبي ركز معاي تتذكر هذا الدرس اللي هو أطول درس في المادي اللي هو تطبيقات اقتصاد تطبيقات القيم القصوى تمام؟ كان في عندنا علاقتين علاقة كنا نسميها أصلية وعلاقة كنا نسميها مساعدة صح؟ كيف بدي عرف العلاقة الأصلية؟ بيحكي لي عندها كلمة أكبر أصغر أطول أقصر زي هيك جد الذين يجعلان المساحة أكبر ما يمكن أكبر ما يمكن يجى وراها المساحة فالمساحة هنا أصلية طيب أنا الشكل اللي عندي شكل مستطيل تعالوا نرسم المستطيل هاي المستطيل تمام؟ بس شو حكالك بمقابل جدار يعني عندي الرقم هذا مع الجدار بدون الجدار يعني هنا فيه جدار من مسحة تمام؟ فصار هنا عندك طول واحد هنا الطول اللي هو إكس والعرض هنا واي وهنا واي فصار عندي عرضين وطول واحد تمام؟ يعني إكس وفينتين واي تمام؟ الآن اللي عندك السيد العزيز محيط الحديقة أربعمية هسا لما يعطيك جواب الجواب اللي بيتبع له اللي هو المحيط بيكون هنا علاقة مساعدة يعني دائما السؤال لما يعطيك الجواب الرقم جاهز بيكون هذا الرقم لعلاقة المساعدة يعني هنا المساعدة اللي صفت عندي المحيط طيب هسا أنا لازم أعرف شو مساحة المستطيل وإيش محيط المستطيل هسا هذا الشكل اللي هو المستطيل الناقص حكينا عنه يا جماعة إذا كان الضلع مش موجود فالطول هنا في طول بيختفي يعني لو بدي أكتب علاقة أوليش المساعدة اللي هي بي تساوي 2x زاد 2y صح؟ أيوا بس هنا أنا عندي 1x ما في عندي 2y فباجب أكتب له x1 زاد 2y هاله العلاقة المساعدة تبعت محيط المستطيل وكم جوابها؟ جوابها 400 من السؤال العلاقة الأصلية تبعت مساحة المستطيل a تساوي طول ضرب العرض x ضرب y حلو نجي للعلاقة الأصلية فيها رمزين فيها y وفيها x بدي أتخلص من ال y كيف تتخلص من ال y؟ باستعمال العلاقة مين؟ العلاقة المساعدة يلا نجي نمسك العلاقة المساعدة هون نشتغل عليها برحتنا x زاد 2y تساوي 400 حلو بدي أتخلص من هاي ال x نحكي ناقص x ناقص x بيظل 2y تساوي 400 ناقص x بدي أقسم على معامل ال y اللي هو تقسيم 2 تقسيم 2 تقسيم 2 الكل يلا هاي مع هاي بتروح حلو فرح يصفي معاي y تساوي 400 على 2 واللي هي 200 ناقص x على 2 هاي هي العلاقة المساعدة هاي هي جماعة الخير قيمة ال y اللي هسا انت راح تشطبها من العلاقة الأصلية يعني بدي أرجع أحل هاسا هون بحكي إنه a تساوي هايها x ضرب 2 ضرب مكان ال y شو مكان ال y راح أكتب 200 ناقص x على 2 يلا هاي 200 ناقص x على 2 هسا بدك تدخل x على القوس فراح تصير a تساوي x ضرب 200 هاي 200 x ناقص x ضرب x اللي هي x تربيع على 2 إذن ها هي العلاقة الأصلية بعد ما وحدنا الرموز اللي فيها يعني كان الرموز عندي x و y تخلصنا من ال y صارت كلياتها مسألة بدلالة x فبنيجي هون زي الشاطرين عشان مضلش معانا مجال بدناش نشتاقها تعالوا نشتاقها هون اللي هي هايها a تساوي 200 x ناقص x تربيع على 2 يلا بدنا نشتاقها راح نحكي a فتحة تساوي هاي مشتاقتها 200 ناقص بنزل ل 2 يعني راح نسيها زي هيك 2 x على 2 اختصر 2 مع 2 بضل x تمام؟ هاي اشتاقيتها هسا من هون ارجعنا لخطوات اختبار المشتاقة الثانية اللي هي بعد ما تشتاق بدك تساويها بالصفر يلا هاي اشتاقيت بدك حطيه يساوي الصفر ونقول الاشي السالب اللي هو x خلص نقلتها شو بضل هون؟ 200 اذا قيمة ال x شو بتطلع؟ 200 طيب فيه هنا كلمة جوهرية في السؤال طلع حكالي بدي تثبتلي انه المساحة اكبر ما يمكن كيف دفبتل انه المساحة اكبر ما يمكن؟ بستعمال اختبار المشتاقة الثانية يعني بدي ارجع اشتاقها كمان مرة ايه فتحتين تساوي المتين صفر سالب اكس بتصير سالب واحد يلا بدك تعوض مكان ال اكس متين بحكي ايه فتحت فتحتين للمتين طبعا فيش اكسات تتعوض فيها فبيضل سالب واحد هسا لما يكون الجواب المشتاقة الثانية سالب فهاي قيمة عظمى اذا هون بحكيلو يوجد قيمة عظمى عندما متى؟ عندما اكس تساوي ميتين حلو هيك اثبتت له انها بتكون عن جد اكبر ما يمكن قيمة عظمى تمام هسا هيك دا حسبت لي الاكس اللي هو الطول طبعا نبدي العرض لان اسؤال حكالك جد بعدي الحديقة البعدين الطول والعرض طبعا عرفت الطول ميتين كيف دا عرف معدلة العرض؟ هيها واي تساوي ميتين ناقص اكس على اثنين اذا باجي بكتب واي تساوي ميتين ناقص الاكس الاكس اللي هي اصلا ميتين على اثنين ميتين على اثنين اللي هي مية ميتين ناقص مية الجواب مية اذا هاي المية للعرض اللي هي الواي وهاي الاكس اللي هي ميتين للطول ممتاز اذا هيك بنكون حالين السؤال بالخطوات كاملة اذا في خطوة ناقص رح تنقص علامة السؤال تمام؟ ممتاز تعالوا نشوف يا جماعة الخير اخر فرعين معانا لليوم عندي اول اشي الفرع الثاني بحكي لي وجد خبير تصويق انه لبيع اكس حاسوب من نوع جديد فسعر الحاسوب هيو هذا قانون السعر تمام حيث اكس عدد الاجهزة اذا كانت التكلفة هي معطيك اقتران التكلفة فاجد عدد الاجهزة التي يجب انتاجها وبيعها لتحقيق اكبر ربح ممكن بح سعتدا فلم نتذكر اقتران الرابح بي تساوي ار ناقص اقتران الاجهزة اقتران التكلفة اقتران الرابح اقتران الرابح المسمبر ! اقتران السعر هيو اضربه في X يعني 1000 ضرب X شو بتصير 1000X ناقص ال X ضربها في X شو بتصير X تربيع هذا صار اسمه اقتران الإيراد وهي اقتران التكلفة يلا هسا بدي اطرح الإيراد من التكلفة الإيراد هيو 1000X ناقص X تربيع هسا بدي اطرح منه التكلفة اللي هي C هيها بس لازم تفتح قوس يا أستاذ ليش لانه السالب رح يفوت على القوس إذا ما فتحت القوس حلق غلط يلا هاي 3000 زائد 20X يلا السالب رح يفوت على القوس ورح يعكس الإشارة يعني هاي نفس ما هي 1000X ناقص X تربيع هاي نفسها الثلاث تلاف موجبة صح؟ بس فاتت السالب بتصير سالب 3000 هاي العشرين X موجبة بس تفوت للسالب بتصير سالب 20X تمام؟ يلا هسا 1000X ناقص بدأ شوف الأشياء المتشابهة طلع عندك هنا X وهنا X فبحكي 1000X ناقص 20X فبحكي 1000X ناقص 20 واللي هي عبارة عن 980X يلا هنا في ناقص X تربيع وهنا في ناقص 3000 هذا اقتران الربح طبعا اقتران الربح لما يحكي لك أكبر ما يمكن لازم تشتقه وتعمل خطوات المشتقة الثانية يلا بدي اشتقه بفتحة 980X اللي هي عبارة عن 980 الـ X تربيع هي 2X وهاي صفر طيب 900 ناقص 2X هسا بدأك تساويها بالصفر تعالوا نكملها هون يلا هسا أنقل للإشي السالب عورا يعني رح يظل عندك 980 تساوي سالب 2X تمام؟ ايو عفوا موجة ب 2X تقسيم 2 تقسيم 2 بتروح X تساوي 490 مزبوط 490 هاي هي قيمة بس عشان أثبت له انها أكبر ما يمكن لازم أشتق مرة ثانية يعني هون دا اشتق مرة ثانية 980 هاي صفر بيظل سالب 2X بما انه المشتقه ثانية عدد سالب بما انه حكينا سالب معناته قيمة عظمة فبحكي له هون يوجد قيمة عظمة خلص هاي طلعت له قيم الـ X وعندها أكبر ربح ممكن تمام؟ ممتاز آخر إشي معاي نفخة بلون كربيش شكل يزداد حجمه بمعدل حكالي يزداد الحجم بمعدل نكمل السؤال تحت تحت وين راح موضوع الحجم؟ آه حجم البالون رمزه V فانت معطيني يزداد الحجم بمعدل رمز الحجم V فرح اكتبها DLV على DT وتساوي هذا الرقم 125 لو حكالي يتناقص بمعدل بحطها ثالب 125 تمام؟ فاجد معدل التغير لنصف قطر البالون قطر البالون اللي هو DR على DT هذا مجهول حكالي اوجده تمام؟ وليش حطيتها DR على DT لانه حكالي معدل تغير كلمة يزداد بمعدل يتناقص بمعدل معدل تغير كلهم معناهم دي الرمز على DT حلو عندما يكون نصف القطر خمسة هاي معلومة من السؤال نصف القطر خمسة R تساوي خمسة عاما بان العلاقة تبعة الحجم ونصف القطر هايها اللي هي V هاي اللي أنا بدي اشتاقها بتساوي أربعة على ثلاث في باي في نصف القطر تكعيب يلا تعدوا هاي نشتاق ال V راح اكتبها DV على DT تساوي بدينا اضرب الثلاث في أربعة على ثلاث ثلاث ضرب أربعة على ثلاث باي ال R تكعيب راح تصير R تربيع ضرب اضرب في مشتقتها لانه اشتقاق ضمني هذا راح تصير DR على DT تعالوا نكملها هون هاسا DV على DT من معطيات السؤال قيمتها مية وخمسة وعشرين اذا بشطب وبكتب مية وخمسة وعشرين تساوي ثلاث في البسط ثلاث في المقام بتروح بيظل أربعة باي هاي هنا أربعة باي ضرب هاسا ال R تربيع ال R هي خمسة تمام فرح تصير معك خمسة تربيع واللي هي خمسة وعشرين تمام وهاي DR على DT مجهول واحنا لازم نحسبها هاي DR على DT هاسا اضرب خمسة وعشرين في أربعة اللي هي عبارة عن مية باي في DR على DT وتساوي مية وخمسة وعشرين قسم على مية باي قسم على مية باي انتهى الحل إذن DR على DT وتساوي مية وخمسة وعشرين على مية باي وهيك جماعة الخير ان شاء الله بنكون انتهت حصة المراجعة لليوم بتمنى يا جماعة تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاي الحصة كثير تمام زي ما حكينا الملخص رح يكون موجود في أول تعليق تحت وبتمنى يا جماعة تحضروا البث المباشر رح نحل في كمان امتحان وزاري عشان نثبت الامور كلياتها واللي بيحب كمان اسئلة وزارية برضو رح احطلكم إياهم في أول تعليق تحت وبتمنى يا جماعة الخير كل ياتكم تجيبوا علامات كاملة ان شاء الله تمام؟ بنشوفكم على خير طلابنا 2006 والله يعطيكم الفعافية